أعزائي طالبات وطالبات التعليم الفن الزراعي أهلا وسهلا بكم في برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة على قناة مصر للتعليم الفني ومادة محاصيل الحقل للصف الثاني الزراعي جميع المجالات وحلقة اليوم هي الحلقة السبعة هنستكمل فيها الباب الثاني الخاص بالمحاصيل السكرية وزي ما شفنا محصول الأساسي وهو محصول أصب السكر النهاردة هناخد محصول جديد وهو محصول بنجر السكر ودي هتكون الحلقة السبعة في الترم الأول لعام الدراسي 2021-2022 نتعالوا مع بعض ليه بندرس محصيل السكرية وليه عايزين ننتج أو نركز بالعلم على زيادة إنتاج السكر لأن السكر طبعا زي ما شفنا أنه هو أحد المواد الغذائية الهامة وعندنا اكتفاء ذاتي يدوب 70% معنى كده أن الإنتاج في مصر من أصب السكر وبنجر السكر مش بيكفي احتياجات السكان نظرا للزيادة العددية أو السكانية الكبيرة وطبعا اتكلمنا في بعض الحلول وكان أهم الحلول دي كان آآ اتنين مهمين جدا خاصين بمحصول بنجر السكر وهو عشان أحل مشكلة نقص الإنتاج من السكر في مصر لأن احنا عندنا مشكلة واقترحنا بعض الحلول زي استنباط أصناف عالية تعالوا نشوف مع بعض ليه هندرس بنجر السكر وكان من ضمن أسباب حل هذه الأزمة أن أنا أزود إنتاج السكر بزيادة المساحات المنزرعة ببنجر السكر خاصة في الأراضي الحديثة والرملية والجرية والمتوسطة تاني حاجة أن أنا أستورد من الخارج تقاوي بنجر تتحمل الملوحة وتناسب الظروف الجوية بالزبط ده كان حل من الحلول أن أنا أخرج من مشكلة نقص إنتاج السكر عشان كده هيكون محصول اليوم خاص ببنجر السكر وهو تاني أهم المحاصيل السكرية في إنتاج السكر وكان الأول طبعا أصب السكر ده تلتين الإنتاج من السكر في العالم بيعتمد على أصب السكر تلتين الإنتاج من العالم عشان كده هو أهم محصول فبنجر السكر تاني أهم المحاصيل هندرسه برضه بنفس الكيفية من حيث الأهمية الاقتصادية والمعاملات ما قبل وما بعد الزراعة حتى الحصاد تعالوا نشوف مع بعض بنجر السكر ليه محصول مهم وانتبع مع بعض أهميته الاقتصادية الأهمية الاقتصادية لبنجر السكر تتلخص فيها الآتي أول أهمية على الإطلاق وهي استخراج السكرز من الجزور ودي قلنا ميزة بتختلف عن الأصب الأصب استخراج السكر من أصب السكر كان من السكان أما هنا البنجر استخراج السكرز ده أهم نقطة من الجزور تاني أهمية اقتصادية لبنجر السكر عروش النباتات اللي هي ما يسمى بالتاج والأوراق بيتم استخدامها كعلف أخضر في تغذية الحيوانات تلت نقطة تخلي بنجر السكر محصول مهم اقتصاديا إن الملاس والقذب بيستخدم أيضا في تغذية الحيوانات ورابع نقطة وأهمهم أنه محصول شتوي بيتحمل الملوحة وبيزرع في الأراضي الجديدة بشكل عام الجزر في بنجر السكر في المتوسط بيحتوى على 75% مية و5% ألياف ودي اللي بيتم استخدامها في إنتاج العلف وبيحتوى أيضا على 20% ما يسمى مواد صلبة زائبة عبارة عن 16% ساكروز و4% مواد غير سكرية يا طرق إيه الأسباب اللي خلت محصول بنجر السكر مكمل لأصب السكر مش منافس ليه ناخد بالنا من الموضوع ده البنجر مش بينافس أصب السكر في إنتاج السكر ولا حاجة ولكنه مكمل بالعكس إحنا بنلجأ لزراعة البنجر عشان نقدر نزيد من كفائتنا الزاتية في إنتاج السكر ونعدي مشكلة النقص اللي كان سببها زيادة سكانية عاية فإيه الأسباب اللي خلت محصول بنجر السكر مكمل لأصب السكر يعني إيه مميزاته بصورة تانية أولا بنجر السكر بيتزرع في منطقة الدلت يعني بعيد خالص عن مناطق زراعة أصب السكر لأن أصب السكر بيزرع فيه الوجه الإبلي حيث الحرارة العالية تاني ميزة أو تاني سبب يخلي بنجر السكر مكمل للأصب إن بنجر السكر عندنا في مصر محصول شتوي في الدورة الزراعية يعني بعيد خالص كل البعد هنعرفنا أن أصب السكر محصول معمر تالت نقطة تم بالفعل إنشاء مصانع لاستخراج السكر من البنجر ودي طبعا بتستوعب أعداد كبيرة من الأيد العاملة رابع سبب بيزرع في بعض المناطق الحديثة الاستصلاح ديميز إحنا عارفين أن الأصب لا يصلح لزراعته في الأراضي الرملية وشوفنا أسباب عدم نجاح زراعة الأصب في الأراضي الرملية ودي مشكلة كانت بتخلينا أو بتخلي مساحات إنتاج أصب السكر تنخفض أما بنجر السكر مسته أو سبب بيخليه مكمل لأصب السكر كمحصول سكر في مصر إنه بيزرع في المناطق حديثة الاستصلاح ومش بس كده المناطق اللي فيها ملوحة كمان بينجح فيها البنجر طيب تعالوا نلقي سريعا الضوء على الإنتاج المحلي من بنجر السكر في مصر منجر السكر بيتزرع حاليا في مساحة حوالي 500 ألف فدان في مصر 500 ألف فدان دول مرشحين طبعا للزيادة بالسبب الأسباب اللي احنا ذكرناها أو المميزات اللي احنا تكلمنا عنها على مستوى الجمهورية طبعا متوسط إنتاج الفدان الفدان الواحد بيديني ما يقرب من 20 ل 30 طن جذور خلينا فاكرين الكميات دي لأن احنا قلنا الأصب يديني إنتاجية 50 طن عيدان أما بنجر السكر كان متوسط من 20 ل 30 طن جذور لأن هنا الجذور هي المنتج الاقتصادي اللي بيتم منه استخراج الجذور السكر أصب البنجر السكر نجحت زراعته في المناطق الشمالية بمحافظات كفر الشيخ والده أهلية مش بس كده نجحت زراعته كمان في الأراضي الجديدة بغرب النبارية ومحافظة الفيوم وفي الوجه القبلي برضو نجحت زراعته في محافظات المينيا وسهاج وإنا في اتجاه ان احنا نزود المساحات المنزرعة كإحدى الحلول الخاصة بالحل أو حل مشكلة نقص السكر أو إنتاج السكر في مصر إن أنا أزود المساحات المنزرعة من بنجر السكر هنشوف مع بعض إيه الأسباب اللي تخليني أنا هنا في مصر أزود المساحات اللي أنا مفروض أزرحها ببنجر السكر عشان أنتج سكر أولا محصول بنجر السكر بيديني محصول عالي جدا أكتر من 20 طن جذور للفدان نسبة السكر بيه بتكون عالية بتوصل في الجذور إلى 17 و20 في المية ناتج السكر بيكون حوالي 14-15 في المية احنا قلنا السكر في دان الأصب بتوصل إلى 12 ونصف في المية لكن هنا نسبة السكر في البنجر عالية ثالث سبب يخليني أزود مساحة زراعة البنجر هنا في مصر إنه أصلا بيمكس مدة قصيرة يعني حوالي 7 شهور في الأرض إذ ما قرنته طبعا بالأصب المحصول المعمر المجهد اللي بيقعد أربع سنين في الطربة رابع سبب يخليني أزود المساحة المنزرة عامية من بنجر السكر هي شدة الحاجة إلى تحقيق ما يسمى بالاكتفاء الزاتي من السكر وتكلمنا احنا في الاكتفاء ده إن نسبة الاكتفاء الزاتي من إنتاج السكر في مصر تصل إلى 70 في المية فقط يعني فيها عجز خمس سبب يخليني أزود المساحة المنزرة عبي البنجر وهو إنه محصول شتوي فلا يحتاج لكميات كبيرة من المية زي الأصب الأصب قلنا بيحتاج كميات كبيرة جدا من المية وبيحتاج أرض خصبة لكن البنجر بطبيعته محصول شتوي فكمية المية اللي بيحتاجها بتكون قليلة ساد السبب وهو إلة تكاليف إنتاجه إلة تكاليف إنتاج البنجر سبع نقطة بيتحمل الملوحة بنجر السكر بيتحمل الملوحة وبيتم زراعته طبعا في الأراضي المستصلحة الحديثة ولا ينافس أي محاصيل أخرى أو أي محاصيل رأسية في زراعته تام النقطة الأوراق واللوب الناتج بيستعمل كعلف للحيوانات وده زي ما هنشوف في كمية المحصول في الآخر العلف أو العرش أو الأوراق دي بتستخدم كعلف للحيوانات تاسع نقطة أو تاسع ميزة أو تاسع سبب خلينا أزود مساحة البنجر في مصر هي زراعته في الأراضي الجديدة بتعمل على زيادة نسبة العمل مش بس كده آخر نقطة معانا انتشار المصانع الخاصة ببنجر السكر تقدر تستوعب أيدة عاملة كتير فده سبب من الأسباب يخليني أنا كمان أزود أو أزرع أو أتجه لزراعة بنجر السكر عشر أسباب مهمين جدا ياريت نكون فهم منهم مش حفظهم ننتقل إلى الوصف النباتي لبنجر السكر بنجر السكر نبات عشبي سنائي الحول نقطة مهمة جدا كلمة سنائي الحول زي البصل كده من المحاصيل اللي هندرسه أيضا في نهاية السنة الدراسية سنائي الحول يعني المحاصيل الحولية بتلاقي محصول شتوي محصول صيفي بينقص في الأرض أربع خمس شهور لكن هنا بيمر بحولين يعني سنائي الحول دي لفظة خاصة ومهمة جدا في محصول بنجر السكر عشان ممكن يقولك من المحاصيل السنائية الحول اختر من متعدد افتح قوس ويكون من ضمنهم البنجر تختار البنجر البنجر سنائي الحول فهو في الأول وفي الآخر نبات عشبي من زوات الفلقطين يتبع العائلة الرم رمي أيضا المسميات تكون مهم الأصب كان يتبع العائلة الناجيلية بنجر السكر يتبع العائلة الرم رمية كوصف نباتي هنبدأ بالمجموع الجدري المجموع الجدري بيشمل في البنجر التاج والرقبة والجزر المجموع الجزري لوحده في بنجر السكر فيه ثلاث تكوينات أول حاجة التاج الرابة الجزر تعالوا نشوفهم بالتفصيل مع بعض التاج هو الكمة العريضة زي ما ظهر في الصورة من الجدر بيكون شكلها مخروطي ودي المنطقة اللي بيتتصل بيها الأوراق تاني التاج ده الكمة العريضة اللي ظهر معنا في الصورة من الجدر بتكون فوق سطح التربة شكلها مخروطي ودي المنطقة اللي بتتصل بيها الأوراق وهي دي منشأ الصاق والبراعم اللي بيخرج منها السيقان الثمارية بتمثل طبعا من المجموعة الجزري حوالي 15% كطول طيب منطقة الرقبة برضو زي ما واضح في الصورة دي الجزء اللي موجود أسفل منطقة التاج اللي احنا تكلمنا عليها من شوية مباشرة وتعتبر أعرض منطقة في الجزء الأرضي يعني تحت سطح الطربة ده الجزء بيكون مدفون في الطربة مش ظهر لنا منطقة التاج هي اللي بتكون ظهرة زي ما شفنا أما الرقبة دي جزء موجود أسفل التاج مباشرة ودي أعرض منطقة موجودة في الجزء الأرضي تتميز طبعا بعدم موجود أوراق أو جزور ولا هنلاقي عليها أوراق ولا هنلاقي عليها جزور وبتمثل حوالي من 10% ل20% من طول المجموعة الجزري الجزري بقى كتكوين ثالث للمجموعة الجزري زي ما واضح أيضا معنا في الصورة ده الجزء المنتفخ تحت الرقبة مباشرة وده الجزء اللي بيكون متعمق في الطربة وهو ده المنطقة الاقتصادية لنبات بنجر السكر وبتمثل حوالي 80% من طول الجزر كمجموع كله ننتقل إلى الأوراق أوراق بنجر السكر زي ما احنا شايفين ورقة بسيطة معناقة لها عنق بتكون عريضة خضراء اللون التاج طبعا بيشيل عدد كبير من الأوراق في نظام حلزوني متعاقب الأوراق بتوزن عند الحصاد حوالي 40% من وزن الجدر الأوراق بس عشان كده بيديني أطنان من العرش وقت الحصاد بقدر استخدامه كعلف للإنتاج الحيواني فالأوراق بتزن حوالي 40% من وزن الجدر وشكلها طبعا بيختلف باختلاف عمرها فالأوراق الصغيرة في العمر بيكون العنق بتاعها قصير والنصل مستدير لكن الأوراق الأكبر سنا بتصبح قلبية الشكل لها عنق طويل والنصل بتكون الحفة بتاعته مموجة وسطحه أملس أو مجعد الأزهار طبعا النبات برضو البنجر مش هنشقف له أزهار تحت الظروف المصرية لكن بشكل عام لما النبات بيتهيأ للأزهار محتاج حرارة منخفضة ونهار طويل وده عكس محصول الأصب زي ما تكلمنا بالزبط ليه الأصب مش بيزهر ونعشان بيحتاج حرارة عالية ونهار قصير لكن بنجر السكر عشان يزهر محتاج حرارة منخفضة ونهار طويل طبعا الظروف دي مش متوفرة في مصر زي ما هنتابع ونشوف عامة الأزهار الساق القزمية بتستطيل وبتديني ساق اسمها ساق زهرية بتشيل الأزهار بتكون صغيرة جلسة كاملة خضرة بتتجمع كل اتنين وتلاتة مع بعض طبعا زي ما قلت ان محصول بنجر السكر من المعروف ونهار مش بيزهر تحت الظروف المصرية عشان النبات بيحتاج حرارة منخفضة ما ينفعش تزيد عن عشرة درجة مئوية يعني الحرارة اللي بيحتاجها النبات للتزهير من صف إلى عشرة درجة مئوية لمدة شهر أو شهرين أثناء فترة الشت وده مش متوفر عندنا في مصر فبالتالي مش هنشوف أزهار للبنجر في مصر والزهيرة دي أو الاحتياج ده بيعرف بحاجة اسمها ارتفاع الجزور وبالتالي واضح من الكلام اللي قلناه ان زراعة بنجر السكر في مصر بتعتمد على استراض البزور من الخارج وده حقيقة فعلية احنا عشان نزرع بنجر بنستورد البزور من الدول الأوروبية اسمار كوصف نباتي لبنجر السكر بتتكون من اتحاد زهرتين أو أكتر بتكون كرة غير منتظمة الشكل وكل ثمرة بتحتوي على من اتنين لخمس بزور زي ما هنشوف في الأصناف في الخارج طبعا أمكن الحصول على ثمرة بتحتوي على بزرق واحد احنا عندنا الثمرة هول زي ما واضح في الصورة قلنا تحتوي على حوالي خمس بزور بيوصل فيها البزور إلى خمسة في الخارج ادروا يحصلوا على ثمار بتحتوي على بزرق واحدة ايه أهمية البزرق واحدة أو ما يسمى بالبزور الأحادية أهم أهمية لها على طلاق نية بتوفر عملية زرعية هامة جدا بنعملها بعد الزراعة وهي عملية الخف وبالتالي بنلاقي المناطق اللي بتتزرع زرعات البنجر آليا في المساحات الكبيرة بتستخدم بزور أحادية لأن ما عندهمش أو ما ينفعش نستخدم أيضا عميلة في المساحات الكبيرة ففي الزراعة المميكنة والمساحات الكبيرة لازم أستخدم البزور الأحادية لأن أهميتها بترجع إلى ايه؟ توفير عملية الخف نلقي نظرة بعد الوصف النباتي على الأصناف المنزرعة من بنجر السكر عندنا مجموعتين من أصناف بنجر السكر أصناف عديدة الأجنة وأصناف وحيدة الأجنة المجموعة الأولى وهي الأصناف عديدة الأجنة يعني إيه أصناف عديدة الأجنة؟ يعني الثمرة الوحدة بيكون فيها عند الإنبات يعني لما أزرع الثمرة ويحصل إنبات وتكشف والنمو هيطلع لي كام نبات؟ هيطلع لي من الاتنين لست نباتات في الجرة الوحدة عشان كده بحتاج حاجة اسمها عملية خف دي مفهوم الأصناف عديدة الأجنة يعني الثمرة الوحدة بتديني كذا جنين كذا نبات كذا نمو أهم هذه الأصناف كاويميرا، راسبولي، تريبل، جيلوريا نخد بنا من المسميات ونميز ما بينها المجموعة الأولى من أصناف البنجر وهي الأصناف عديدة الأجنة أهمها كاويميرا، راسبولي، تريبل، جيلوريا طيب المجموعة الثانية وهي الأصناف وحيدة الأجنة اللي أشرنا عليها سابقا ويعني إيه صنف وحيد الأجنة؟ يعني لما بأزرع الثمرة هي أكيمة فأجر بيزرع واحدة فهي يديني جنين واحد عشان كده وحيدة الأجنة بزرع الثمرة اللي ما فيهاش غير بيزرع واحدة فعند الإنبات والتكشف ونمو بتديني نبات واحد أهم الأصناف وحيدة الأجنة وهي صوفي ومارسون وإيفا صوفي ومارسون وإيفا الأصناف وحيدة الأجنة طبعا زي ما قلنا بتصلح للزراعة الألية ودي مسمو يعني تم إنتاجها من الأصناف عديدة الأجنة أصلا عن طريق برامج خاصة بإنتاج الأصناف ونقدر نحول الصنف من عديد الأجنة إلى وحيد لكن العكس لا طبعا ما ينفعش وطبعا لو لموضوع إنتاج الأصناف وحيدة الأجنة كان الدول المتقدمة مش هتقدر تزرع بنجر السكر لعدة أسباب طبعا أما عدم توفر الأيد العاملة موضوع الأصناف وحيدة الأجنة ده لو لا الدول المتقدمة أو الدول الأوروبية اللي احنا أصلا بنستورد منها التقاوي والبزور ما كانش ما كانش هينفع أو تقدر تزرع آآ أصناف متعددة لأن ما عندهاش آآ أيد عاملة متوفرة فبالتالي مش هتتم عملية الخف وعملية الخف لو ما تمتش بترك نبات واحد في الجورة باظ المحصول ومش هينفع ننتج بنجر منه ده ده ميزة الأصناف وحيدة الأجنة في الدول المتقدمة وفي المساحات أيضا الكبيرة ومساحات المميكانة لعدم توفر الأيد العاملة تعالوا نشوف مع بعض أسباب زراعة التقاوي بقى عديدة الأجنة في مصر يعني الأصناف وحيدة الأجنة لها ميزة في الدول الأوروبية وبيزرعوش أصناف عديدة الأجنة اهنا بقى عندنا في مصر العكس عندنا ميزات أو أسباب تخليني أزرع الأصناف عديدة الأجنة هنا في مصر طبعا نشوف مع بعض ايه اسباب اللي تخلينا استخدم الاصناف عديدة الاجنة هنا في مصر اول سبب انه هنا متوفر عندنا الايدي العاملة اللازمة لاجراء عملية الخفر يبقى انا هنا عندي ايدي عاملة اقدر اعمل عملية الخفر فباستخدم اصناف عديدة الاجنة تاني حاجة سعر التقاوي دي بيكون رخيص مقارنة طبعا بالاصناف وحيدة الاجنة اللي تم استخراجها او انتاجها من خلال برامج انتاج الاصناف سعرها بيكون عالي جد تالت ميزة بالاصناف عديدة الاجنة بقدر افادي الاصابة بالحشرات في العروع المبكرة خاصة الحفار والدودة القارضة ودودة ورقة القط وبقدر ازرع مقارنة طبعا بالتقاوي وحيدة الاجنة بيحيث ان التقاوي عديدة الاجنة فيها اكثر من خمس بدرات بالجورة الوحدة عايزين نفهم الحتة دي ازاي بقى تفادة الاصابة سواء بالامراض او بالافات انا لو زرق صنفه وحيد الاجنة في جورة وجات له اصابة حشرية او مرض او قافة راحت الجورة دي حصل غياب فالانتاج هيقل لكن لما ازرع الاصناف عديدة الاجنة اللي فيها الجورة بيكون فيها عدد الاجنة او عدد النباتات من اتنين لستة لو في نبات اصاب بالمرض او بالافة انا كده كده بستبعد اضعف النباتات في عملية الخف بستبعد اضعف النباتات والمتصابة فدي ميزة عندي لما استخدم الاصناف عديدة الاجنة في زراعة البنجر هنا في مصر دي ميزة ان انا بقدر اتخلص من النبات اللي تم اصابته واترك النبات اللي صحته كويسة دي بالنسبة للنقطة الثالثة رابعة نقطة زراعة بالتأوي وحدة الاجنة بتحتاج طبعا الى زراعة بزرع واحدة في الجورة وده عايز زراعات آلية وتشترط طبعا نظم جديدة للري زي الري بالرش والري بالطنقيد وده ممكن يكون مش متوفر في بعض المزارة عندنا في مصر خاصة في الاراضي القديمة زي مناطق الدلتا كلها ري غمر فانا عشان ازرع بالاصناف وحدة الاجنة يعني هزرع بزرع واحدة في الجورة واحدة يبقى انا عايز استخدم طريقة ري حديثة زي طريقة الري بالرش او بالطنقيد وقلنا ده مش متوفر عندنا طيب تعالوا نشوف مع بعض الصنف اللي انا عايز ازرعه من بنجر السكر فيه مصفات معينة لازم اختارها في الصنف طبعا فيه صفات واجب توفرها في اصناف بنجر السكر اهمها ارتفاع نسبة الانبات وانتظامها انا اهمين ان الغيط كله يكون عمر واحد ومنتظم فيه النمو البدرات تكون قوية خاصة في الزراعات المتأخرة اللي بتتعرض لحرارة منخفضة مش يجي يدخل البرد على الزراعة بتاعتي تجيب من النبات متأثر بالبرد دي مشكلة فدي اول نقطة لازم اختار صنف تكون نسبة الانبات فيه مرتفعة ومنتظمة ونمو البدرات يكون قوي تاني صفة مطلوبة في الصنف اللي انا استخدمه وهي التبكير في تكشف وتكوين الجزور عايزه يكون جدر بدري بدري عشان يقدر يسحب ويمتص الماء والاملاح ويديني نبات قوي تالت حاجة الجدر يكون مخروطي الشكل دي ميزة ولازم نختار صنف تكون الوصف النباتي بتاعه الجدر زي ما بنقول مخروطي الشكل ده صفة من الصفات المطلوبة في الصنف رابع نقطة الصنف يكون ليه مقدرة عالية على التأقلم وإنتاج محصول مرتفع يعني انا كده كده بستخرج التقاوي من الخارج فلما اجيب صنف اجيب صنف يتأقلم بصورة سريعة مع الظروف الجوية هنا في مصر وكمان المحصول بتاعه يكون انتاجه عالي خامس نقطة لازم اراعيها في اختياري للصنف ان يكون مبكر النضج عالي المحصول محتوياته السكرية عالية سادس نقطة ان هو يتحمل الملوحة لان انا عندي اراضي كتير في الاراضي المستصلحة حديثا ملوحتها او نسبة الملوحة بتبقى عالية فطبعا لازم اختار اصناف تتحمل الملوحة عشان اقدر اطلع انتاجية عالية في وحدة المساحة سابع صفة مطلوبة في الصنف للنهاوي ازراعه ان يكون مقاوم لظاهرة تسمى ظاهرة الازهار المبكر في العام الاول من زراعته انا مش عايزه يتجه ليه لازهار وتكوين البزور لا انا عايزه يتجه لتكوين جزر قوي اقدر استخرج منه سكر 8 صفة ان يكون مقاوم للامراض والحشرات والنماتودة بشكل عام تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الاحتياجات المناخية من درجات حرارة وظروف بقية لنبات بنجر السكر بنجر السكر زراعته محتاجة درجات حرارة ما بين 20 الى 30 درجة حرارة مقاوية في مراحل النمو الاولى وتكوين الجزور يعني النبات بعد التكشف انا همني ينمو في بيئة تكون درجة الحرارة فيها مش اعلم من 20 وبعد كده تنخفض الى 10 درجة مقاوية في نهاية موسم النمو ليه؟ عشان يتجه النبات الى تخزين السكر يبقى انا عايز حرارة عالية في الاول في موسم النمو علشان يديني نمو كبير ويكون جزر حجمه كبير بعد كده محتاج حرارة منخفضة علشان اخزن السكر او تتم عملية تخزين السكر في الجدر بشكل محترم الطربة المناسبة لزراعة بنجر السكر عشان نزرع بنجر السكر احنا محتاجين اراضي صفراء رملية او اراضي تنية جيدة الصرف والتهوية دي اهم حاجة جيدة الصرف والتهوية بشكل عن طبعا تنجح زراعته في الاراضي الخفيفة زي ما قلنا من مميزاته واسبابه وبتنجح زراعته ايضا في الاراضي الرملية ولكن اعتني بالرأي والتسميد لان زي ما احنا عارفين ان الاراضي الرملية اراضي فقيرة في المادة الغذائية طبيعة الاراضي الرملية ان هي اراضي فقيرة في المادة الغذائية بشكل عام بنجر السكر لا تنجح زراعته في الاراضي الشديدة الملوحة اه هو بيتحمل الملوحة لكن مش مقاوم للملوحة فلا تنجح زرعته في الأراضي الشديدة الملوحة والغضقة والقلوية والسيئة الصرف والتهوية ده بالنسبة للطربة الزراعية في بانجر السكر ننتقل مع بعض إلى الموقع في الدورة الزراعية يعني هو مكانه فين ضمن المحاصيل اللي بيتم زرعتها في السنة الزراعية اتفقنا وتعليمنا في سنة أولى أنه فيما يسمى بالسنة الزراعية زي السنة الدراسية يعني السنة الدراسية بتبدأ معنا من شهر مثلا سبتمبر شهر تسعة تنتهي في شهر ماية في سنة زراعية اه في سنة زراعية تبدأ معنا من أول نوفمبر واحد حداشر تنتهي في تلاتين أكتوبر للعام المقبل دي اسمها السنة الزراعية فالسنة الزراعية دي أنا زارة في أولها ايه وفي نصها ايه وفي آخرها ايه دي اسمها دورة زراعية لازم أنتبه المحصول اللي أنا زارعه هيجي قبلي ايه؟ اللي انا زارعه قابلي ويهي المحصول اللي انا زارعه بعديه ده مفهوم الدورة الزراعية تعال نشوف مع بعض مكان البنجر في الدورة الزراعية دي بنجر السكر طبعا محصول شتوي بيتزرع عقب المحاصيل الصيفية زي الارز والزرق والقطن طيب بعد ما ازرع المحصول في الشتاء وينمو وحصده هيجي للصيف ازرع ايه بعد منه هزرع برضه محاصيل صيفية زي الزرق والارز وفوق الصيف ده مكانه في الدورة الزراعية بيذبكه محاصيل صيفية ويعقبه ايضا محاصيل صيفية لانه محصول شتوي الدورة الزراعية طبعا في بنجر السكر او في زراعات بنجر السكر لها اهمية كبيرة جدا ولازم اختار او ان انا ازرع في الدورة الزراعية المناسبة لنوع التربة احنا عندنا انواع مختلفة من انواع الاراضي درسناها ايضا في الصف الاول الزراعي وزيما اتفقنا لمنهج الصف التاني مكمل لمنهج الصف الاول. فعندنا آآ انواع كتيرة من الاراضي. انا يهمني ان كل نوع من انواع الاراضي اختار ليه دورة دورة زراعية معينة. ليه? عشان الاصابات الحشرية والمراضية ما تزيتش. وبرضو آآ احتم بزراعة البنجر بعد المحاصيل اللي لا تصاب بنيماتودة. عشان اقدر احصل على محصول جيد وعالي. مشكلة المحاصيل اللي بيتم اصابتها بالنيماتودة. واصبح فيه التربة فيها بقايا الجدور دي والنيماتودة موجودة. فلما ازرع انا الجزء الاقتصادي في البنجر هو ايه? الجزر. بالزبط كده. الجزر ده ده الجزء الاقتصادي. فاللو انا زرعت بنجر السكر بعد محصول كان مصاب بالنيماتودة. الجدر هيصاب بالنيماتودة. والانتاج بتاع اللي هو اصلا اللي انا منتظره عشرين تلاتين طن جزور. اصبح مصاب. اه نماتودة مرض اه مش حلم. وطبعا اه ده ادي νقطة غاية في الاهمية فلازم اختار حاجة اسمها ضورة زراعية. في الاراضي التقيلة الدورة المناسبة. دورة زراعية المناسبة لزراعة بنجر السكر وهي الدورة الثلاثية وديه انسب الدورات. الدورة السلاثية وديه انسب الدورات في اراضي الدلتا او الاراضي الدي طيلة. طيب في الاراضة التونية الخفيفة او الاراضة الطومية هستخدم دورة ربعية. طيب في الاراضة الرملية هستخدم دورة خمسية. ننتقل مع بعض الى معاد زراعة بنجر السكر. طبعا بنجر السكر قلنا محصول شتوي فهتم زراع في منتصف سبتمبر الى منتصف نوفمبر. وده افضل معاد لزراعة بنجر السكر كمحصول نص شهر تسعة الى نص شهر حداشر ينفع ابكر عن كده طبعا اقدر ابكر في الزراعة خلال شهر اغسطس ولكن اه انتبه لمقاومة دودة ورق القطن لو انا زرى بعد قطن طبعا فور ظهور الاصابة اول ما تزر معي الاصابة في الغيت من دودة ورق القطن اعمل مقاومة مباشرة ويمكن اقدر اتأخر عن المعادة ايضا في الزراعة لغاية شهر نوفمبر اقدر طبعا اتأخر ولكن اه التبكير هيكون افضل ان كلما ابكر في الزراعة هيؤدي ذلك لسرعة نمو البادرات والنباتات مع ردفاع درجة الحرارة كموسم نمو في شهر تمانية وتسعة فهوفر كمية مية مناسبة فهيديني محصول عالي المحصول طبعا هيتحرض لدرجات حرارة مناسبة اثناء الحصاد يعني درجة حرارة منخفضة فنسبة السكر ايضا هتزيد بنسبة كبيرة ومش هيحصل تدهور للجزوه دي مميزات للزراعة المبكرة لكن التأخير مش حال طب ننتقل مع بعض لاعداد الارض وطرق الزراعة عايزين بنا نجهز الارض عشان نزرع بنجر السكر افضل طريقة عندنا لزراعة بنجر السكر هي طريقة العفير في جور على خطوط طبعا العفير كان لنا برضو في الصف الاول ان هي طريقة اسمها طريقة جافة بزرق جافة في ارض جافة وبعد كده بيتم عملية الرأي فدي افضل طريقة ان انا استخدمها في زراعة البنجر هي العفير في جور على خطوط ملخص خطوات تنفيذ هذه الطريقة ان انا احرط الارض بشكل جيد مرتين متعامدتين واغير عمق الحرط في كل مرة عشان افكك التربة اكبر لاكبر عمق حوالي 30 سنتي بعد كده بعمل عملية التزحيف بتاعة الارض عشان اكسر الالاقيل الكبيرة واعمل كابس ليه حبيبات التربة في الاراضي الطينية هخطط الارض بمعدل 12-14 خط في الاسابطين التخطيط في الاراضي الطينية هيوصل معايا الى 14 خط ده في حالة الزراعة العادية وبزرع على ريشة واحدة وبحط من 3-4 بزور في الجورة الوحدة على مسافة 20 سنتي ما بين الجورة والتانية وعمق البزرة يكون حوالي 3 سنتي طيب في الاراضي الخفيفة بعمل مصاطب مش خطوط بعمل مصاطب ومعدل 8 خطوط في الاسابطين 8 مصاطب يعني في الاسابطين وبزرع هنا على الرشتين في الاراضي الرملية بزرع على الرشتين وبتكون الزراعة على ظهر المصطبة في صفين ما بين الصفين مسافة 50 سنتي وبيتم وضع البزور طبعا من 3-4 بزور في الجورة بحيث تكون الجورة على مسافة 20 سنتي وايضا عمق 3 سنتي ده في الاراضي الخفيفة بعد كده بيتم تقسيم الارض سواء في الاراضي التانية او الرملية الى فرد عرض الفردة من 5-8 متر حسب درجة تقوى الارض وبعد كده عمل عملية مسح الخطوط زي ما تعلمنا او مسح المصاطب بشكل جيد وبعد كده الotaوني والبتون ويفضل طبعا انا اجهز في حالة الزراع العالية اجهز الارض عن طريق الحارط والتسوية الجيدة خاصة التسوية بالليزر ناخد بالنا في حالة الزراع القالية لازم اعمل التسوية هنا تسوية بالليزر وبتم الزراعة باستخدام الات مخصصة لزراعة بنجر السكر بتقاوي متجنسة الاعجام طالما الزراعة هنا زراعة آلية وبتم أيضا زراعة الأونية يدويا عقب الانتهاء من الزراعة الآلية وبستخدم بزور وحيدة الأجنة ودي نقطة مهمة ناخد برنامينها وننتبه لها لتجنب إجراء الخفوة وتخفيض التكاليف زي ما شرحنا طب كمية التقاوي أنا الفدان عايز أزرعه أحتاج كمية التقاوي قد إيه أولا لو أنا بزرع أصناف وحيدة الأجنة اللي هي هتديني النبات واحد في الجورة أو هستخدم الزراعات الألية زي ما اتفقنا هحتاج فقط من كيلو ونص إلى اتنين كيلو جرام للفدان الواحد هحتاج كمية من كيلو ونص لاتنين كيلو جرام للفدان الواحد في حالة الزراعة الألية أو استخدام الأصناف وحيدة الأجنة أما في حالة الأصناف المتعددة الأجنة عندنا هنا في مصر اللي بيحتوي منها على اتنين لست بزور بحتاج من خمسة إلى ستة كيلو جرام بزرق للفدان من خمسة إلى ستة كيلو جرام بزور للفدان الواحد في حالة الأصناف متعددة الأجان العاملات الزراعية اللي بتتم بعد موضوع الزراعة أولها موضوع الترقيع الترقيع طبعاً بيتم بعد مرور 15 يوم من الزراعة يعني بعد ما بيحصل تكمل الإنبات بذرع الجوار الغيبة بيزور من نفس الصنف المستعمل ومش بس كده تكون منقوعة في المياه لمدة 12 ساعة والهدف من النقع في المياه الإسراع من الإنبات مع طبعاً الرأي عقب الترقيع مباشرةً يبقى أنا هنا في موضوع الترقيع هنتظر 15 يوم بعد الإنبات بحيث أضمن أن الغيط بتاعي كله حصل فيه ظهور للبدرات أجعل أماكن الخالية هزرحها بذرة من نفس الصنف بعد كده البذرة دي لازم تكون منقوعة طبعاً لمدة 12 ساعة عشان أسرع من عملية الإنبات وبعد كده هروي مباشرةً بعد الترقيع تعالوا نشوف مع بعض إيه العوامل اللي بتؤثر على عملية الترقيع في بنجر السكر في بعض العوامل بتحددني أنا همشي أرقع الأرض بتاعتي إزاي أول نقطة وهو معاد الزراع بمعنى الزراع المبكرة طبعاً خلال شهر أغسطس ومنتصف سبتمبر بيتكمل الإنبات فيها بعد حوالي شهر تاني حاجة بتتحكم معايا في موضوع الترقيع وهو الأصناف فطبعاً الأصناف بتتفاوت تفاوت كبير في معاد اجتمال الإنبات وغالباً الأنبات بيتكمل في الأصناف العالية في محصول الجذور مبكرةً عن الأصناف عالية السكر ننتبه إن في أصناف بتديني أطنان من الجذور عالية ولكن السكر منخفض وفي أصناف تانية بتديني محصول سكر كبير ولكن محصول الجذور فده بيحصل إن الأصناف دي بتتفاوت في معاد اجتمال الإنبات طبعا الأصناف العالية في محصول الجزور دي غالبا اللي بيتكامل إنباتها مبكرا عن الأصناف العالية في محصول السكر ثلاث نقط عندنا من العوامل اللي بتتحكم في موضوع الترقيع وهو عمك الزراعة بمعنى زرعة الإنبات عشان أحكم عليها تكون بشكل جيد عمك الجزور ما ينفعش يزيد عن 2 سنتي خاصة في الأراضي التقيلة يعني لو العمك كان أكتر من كده هيحصل إن مش يحصل إنبات مش يحصل إنبات للبزرع عندي فعمك الزراعة دا من العوامل الرئاسية في سرعة الإنبات بشرط إن العمك بتاع البزرع ما يزيدش عن 2 سنتي خاصة في الأراضي التقيلة لكن في الأراضي الخفيفة ما ينفعش يزيد عن 3 سنتي عمك الزراعة ما ينفعش يزيد عن 3 سنتي لإن زيادة عمك البزرده بيؤدي إلى تأخير الإنبات ويخليني أستخدم عملية الترقيع رابع نقطة بتتحكم معي في الترقيع وهي نوعية التربة طبعا إنبات البزر في الأراضي الرملية والخفيفة بيكون أسرع طبعا منها في الأراضي التقيلة رأية الزراعة لما بذود مية الرأي خصوصا عند غمر الأرض بالمية الفترة طويلة دون صرفها بيؤدي إلى تأخير الإنبات رأية الزراعة دي من العوامل الهامة في موضوع الترقيع فبيحصل لما المية بتزيد مية الرأي وبيحصل غمر الأرض بالمية الفترة طويلة من غير صرف ده بيؤدي إلى تأخير النباتات نتيجة لموت أو خنق البدرات أو البزور سادس نقطة من العوامل المهمة وهي الإصابة بالحشرات فكتير من الأحيان الإنبات بيتأثر بدركة كبيرة بالإصابة الحشرية خاصة الحفار والدودة القارضة ودودة وراء الأطن اللي بتقضي على البدرات تماما في مهدها خاصة في العروات المبكرة بشكل عام عشان أحصل على محصول متميزة ومتجانس لازم أحافظ على اكتمال الكسافة النباتية ووصل بعدد النباتات إلى 30 ألف نبات في الفترة عشان أحصل على الإنتاجية المرجوة من الفترة لازم أحافظ على الكسافة النباتية الكسافة النباتية هي عدد النباتات في وحدة المساحة فأنا عايز فدان البنجر يوصل يكون معي إلى 30 ألف نبات في الفدان ولازم أحافظ طبعا عليها من الإصابة الحشرية مش عيب عندي 30 ألف نبات فقط وأكون مهمل في الحفاظ عليه وأسيبه إصابة حشرية لا طبعا لازم أتجنب الموضوع ده ومش عايز أستخدم عملية الترقية لأنها بتؤثر بالسلبة على النموة وجودة المحصور نتيجة تفاوت العمار عملية الخف من العمليات المهمة جدا أيضا في محصول بنجر السكر نتابع مع بعض عملية الخف بتتم بعد مرور شهر أو أربع أسابيع من الزراعة الخف بيكون على مرة واحدة مع ترك نبات واحد في الجور ودي نقطة أيضا بتنبغي في الأهمية موضع السيلة في الامتحان ولازم أنا كفني أراعيها في الغيت بتاعي وأنا شغال نبات البنجر بيتم الخف فيه على نبات واحد في الجورة دي نقطة مهمة جدا نبات واحد في الجورة فقط وبتتم مرة واحدة ولكن في حالة الإصابة بقى بالحشرات لو أنا عندي انتشر في الغيت إصابة بيئة الحشرات فهأعمل الخف على مرتين هأعمل الخف على مرتين بحيث المرة الأولى هترك نباتين في الجورة عشان أنا الآن من أن أنا أترك نبات واحد ويجي له إصابة حشرية يبقى أنا كده خسرت الجورة دي فمش أوصل بالكسافة النباتية للعدل المرجو أو العدد الأمثل من النباتات اللي قلنا عليه 30 ألف فدان 30 ألف نبات في الفدان الواحد فعشان أحقق الموضوع ده لو أنا عندي إصابات حشرية هأعمل الخف على مرتين مش مرة واحدة المرة الأولى بسيب نباتين بعدها بعمل خف مرة تانية بس هترك الجورة على نبات واحد فقط في الجورة الواحدة عملية العزيق العزيق مهمة جدا زي ما قلنا في الأساسيات للتخلص من الحشائش وبيأثر في إنتاجية بنجر السكر كما ونوعا تعالوا نشوف إزاي فطبعا العملية دي لو تمت بكفاءة عالية المحصول بيزيد بنسبة لطاق كلها عن 25% يعني ربع الإنتاج عملية العزيق بتزود أو بتديني إنتاجية للبنجر كما ونوعا هائلة جدا بشكل عام محصول بنجر السكر بيحتاج إلى 3 عزقات العزق الأولى بتسمى خربشة باجي أخربش الغير بتاعي وبتم بعد تكامل الإنبات يعني بعد مرور شهر أو أربع أسابيع بحيث أن أنا أعمل سد للشقوق وحول البدرات عشان أحميها وأيضا الهدف الأساسي وهو إزالة الحشائش العزق التانية بتتم قبل إجراء عملية الخف وبتم فيها برضو إزالة الحشائش بصفة رأسية مع عمل خلخلة للتربة حول الجذور عشان موضوع التهوية مهم جدا للجذور 3 عزق بتتم قبل تشابك النباتات يعني بعد مرور 90 يوم من الزراعة ده بيتم عن طريق خرط جزء من الريشة البطالة إلى الريشة العمالة يعني إيه ريشة بطالة؟ الريشة البطالة اللي هي النحية اللي أنا مش زارة عليها أما الريشة العمالة دي النحية اللي أنا زارة عليها فأنا باخد بخرط جزء من الريشة البطالة بالفاس وأخذ الأتربة دي أوجهها إلى الريشة العمالة بحيث أضمن أن في العزق التالتة يكون النبات متواجد في منتصف الخط وده بيؤدي طبعا لتوفير مهد جيد للجذور أنا عايز الجذر ينمو ويكون حواليه طربة جيدة ممتازة ومتوفر عملية التهوية بحيث ينمو ويديني حجم كبير فالموضوع ده بيوفر مهد جيد للجذور وبيزعد أيضا في زيادة معدل النمو وبالتالي زيادة تكوين السكر بشكل عام عمليات العزق اليدوي في زرعات بنجر السكر بنستخدمها خاصة في المساحات الصغيرة اللي هو يعني عندي فدان أو عندي عشرة فدان ممكن أستخدم أيدي عاملة في موضوع العزق لكن المساحات الكبيرة باستخدم فيها العزق الآلي الحشائش ومقومتها في بنجر السكر بنجر السكر طبعا أهم الحشائش اللي بنشوفها في الغيط بتنمو فيه هي الحشائش الشتوية زي السلق والجعضيد والقبر والضحريج وفجل الجمل والسريس والنفل حاجات كتير قوي محصول شتوية حوليها بتنمو في حقول البنجر لكن الحشائش طبعا مصدر رئيسي للحشرات والأمراض أهم الحشائش في حقول بنجر السكر واللي بيصعب مقومتها هي حشيشة السلق تعالوا نعرف ليه حشيشة السلق من أهم الحشائش في حقول بنجر السكر ومش بعرف أقومها لأنها تشبه بديرات بنجر السكر يعني فيه الشكل المرفولوجي وشكل الأوراق بيبقى فيه تشابه كبير جدا ما بينهم ما بين السلق كحشيشة وبنجر السكر كمحصول بدرجة كبيرة فيصعب التعرف عليها من قبل الفني أو المزارع أو الفلاح وبيتم مقومة الحشائش بإجراء عملات العزيق طبعا بشكل كامل لكن في حالة الزراعة الألية والمساحات الكبيرة بيصعب فيه إجراء عملات العزيق اليدوي أو في حالة الزراعة في مناطق غير مطافر فالأيدا عملها أو في المساحات المابوعة بالحشائش فينصح طبعا باستخدام المبوضات يعني أنا هستخدم مبوضات الحشائش الموسى بيها في حالة لو أنا عندي مساحات موبوقة بالحشائش كتير جدا الحشيش منتشر او مساحات مش متوفر بيها ايضا عاملة او مساحات بيتم فيها زراعات آلية بستخدم مبيدات الحشاش الموسى بيها ننتقل الى الحشرات اللي بتنتشر في بنجر السكر اهمها الحفار وده يقاوم طبعا بالطعم السام وحشرات تانية زي الدودة القاردة ودودة ورق القطن والخنفساء الخضراء وسوسة البنجر والزبابة البيضة وجميعها او معظمها يقاوم بالطعم السام والمبيدات المناسبة الامراض اهمها البيضة الدقيقة وتبقع الاوراق وتبقع البني وده بتقاوم بزراعة اصناف مقاومة يعني انا لما اجي اختار صنف انتبه واختار صنف يكون مقاوم لهذه الامراض وما اسمتش بطريقة كبيرة لان طبعا كسرة السماد بتزيد من انتشار الامراض خاصة الامراض الفطرية ننتقل الى التسميد التسميد في محصول بنجر السكر نركز فيه لان انا كفاني المفروض اكون واعي ومدرك الكميات اللي انا اقدر استخدمها مع المحصول ايا كان نوعه فمحصول بنجر السكر بشكل عام محصول لا يتطلب كميات كبيرة من الاسمتة طبعا السماد الازوتي ده العامل المحدد في انتاجية محصول بنجر السكر كما ونوعا يعني السماد الازوتي او عنصر النيتروجين ده الاساس في انتاجية المحصول الخاصة ببنجر السكر فمحصول بنجر السكر بيحتاج الى بعض المقررات السمادية هنقول عليها حالا اولا السماد الازوتي بنجر السكر الفدان هيحتاج من ستين لتمانين كيلو جرام ازوت طبعا على حسب خصوبة التربة يعني لو الارض خزبة هحتاج ستين ارض خصوبة متوسطة هحتاج تمانين عشان كده فيه معدل او فيه رنج من ستين لتمانين ففي حالة الزراعة في الاراضي الخزبة او الزراعة بعد محاصيل الخضر يجب ان الكمية ما تزدش عن ستين كيلو جرام للفدان زي ما قلنا تاني نوعية من العناصر الغذائية لمحصول بنجر السكر او الاسميدة المقررة السماد الفوسفاتي الفدان بيحتاج من 100 ل 200 كيلو جرام سوبر فوسفات 15% للفدان تضاف مع تجهيز الارض يعني الكمية دي بضيف منها 15% في مرحلة تجهيز الارض للزراعة في الاراضي التقيلة طبعا والقلوية والملحية بيفضل ان انا ازوت كميات السماد الفوسفاتي عشان افكك التربة وتكون ملأمة لمحصول بنجر السكر نركز ثاني في موضوع السماد الفوسفاتي انا بحتاج من 100 ل 200 كيلو جرام سوبر فوسفات 15% من الكمية دي بضيفها مع تجهيز الارض للزراعة وفي الارض التقيلة والقلوية والملحية التلات انواعهم يفضل ان انا ازوت كمية السماد الفوسفاتي ليه؟ علل؟ لماذا؟ لان طبعا السماد الفوسفاتي بيساعد في تفكيك التربة وبيخليها ملأمة لمحصول بنجر السكر طيب السماد البوتاسي الفدام بيحتاج 50 كيلو جرام في صورة سلفات بوتاسيوم وتضف الاراضي الجديدة واللي بيها نقص لعنصر البوتاسيوم وبنضفها مع الدفع الاولى من السماد الازوتي عنصر البورون وده يمكن اول مرة نسمع عنه مثلا في بعض المحصيل اللي درسناها سابقا عنصر البورون ده مهم جدا لمحصول بنجر السكر لان التسميت بالعنصر ده بيزود تركيز السكر وبضيفه طبعا رش بمعدل نص كيلو الى واحد كيلو حمض البوريك للفدان قبل الحصاد بحوالي شهر ونص او ثلاث شهور يعني قبل الحصاد بثلاث شهور او شهر ونص ابتدي ارش حمض البوريك عشان احصل منه على عنصر البورون لانه مهم جدا العنصر ده في زيادة تركيز السكر وبيتم استخدامه رشا السماد الازوتي بضيفه على دفعتين متساويتين الدفع الاولى بضيفها بعد الخف مباشرة والدفع التانية بضيفها في الريا التي تليها مباشرة وعشان احصل على محصول وفير كاما ونوعا يجب عدم اضافة السماد الازوتي بعد مرور تسعين يوم من عمر انه بدي نقطة غاية في الاهمية بنجر السكر عد عليه ثلاث شهور ما ينفعش اضيف سماد ازوتي هقول تاني بنجر السكر مر عليه ثلاث شهور من الزراعة ما ينفعش اضيف اي سماد ازوتي دي نقطة غاية في الاهمية علشان احصل على محصول وفير لان احنا قلنا السماد النيتروجيني ليه علاقة مع زيادة النمو الخضر فانا مش عايز النبات يتجه في تكوين عرش كبير على حساب الجدر فعشان كده بعد تسعين يوم ما ينفعش اضيف السماد الازوتي ننتبه للنقطة دي مع بعض في الاراضي الرملية والمستصلحة حديثا بزود جرة السماد الازوتي الميت كيلو جرام للفدان مش بضفها على دفعتين بقى بضفها على اربع خمس دفعات زي ما اتفعنا لان الاراضي الرملية اراضي فقيرة في المادة الغزائية هديف طبعا اسميدة ورقية فيها عناصر كبرى وعناصر صغرى بعد الانتهام من التسميد الازوتي وده بيكون بمعدل مرة كل خمستاشر يوم يعني انا بعد تسعين يوم بوقف السماد الازوتي بعد مرور تسعين يوم بوقف السماد الازوتي باستخدم اسميدة ورقية كل اسبوعين بيتم رش النباتات بالاسميدة الورقية اللي بتحتوي طبعا على عناصر اساسية وغزائية للنبات وفي نهاية قبل الحصاد باستخدم عنصر البوريك لان ده بيزود المحصول كما ونوعا يفضل طبعا عدم اضافة السماد العضوي مع زراعة بنجر السكر ليه؟ علل بما تفسد برضو لازم انا اكون فاهم ما ينفعش اضيف سماد عضوي وانا زارع بنجر السكر لان السماد العضوي بطبيعته بطيء التحلل مش بس كده ده بيكون مصدر للازوت وانا عايز امنع الازوت خالص بعد مرور تسعين يوم من نمو النبات طول حياة النبات ده بيؤدي لإيه؟ لو انا استخدمت سماد عضوي حيزود معاي او يكون مصدر الازوت وطالما في مصدر الازوت بعد مرور تسعين يوم هيؤدي لتأخر نطج المحصول وانخفاض نسبة السكر لخد بنا من الاسئلة دي بتيجي في شكل علل او بما تفسر لكن السماد العضوي يفضل طبعا اضافته للمحصول السابق او اللاحك لبنجر السكر عايز اضيف سماد عضوي الارضي هشوف زي ما قلنا في الدورة الزراعية بيجي قبل بنجر السكر محاصيل صيفية هستخدم معاها سماد عضوي او بعد ما استخدم او احصد بنجر السكر ابتدأ استخدم سماد عضوي برحتي مع المحصول اللاحك لبنجر السكر لكن يمكن اضافة الاسمدة العضوية بالاراضي الرملية والمستصلحة حديثا طبعا عشان تحسن خواص التربة ننتقل مع بعض الى الري بنجر السكر الري في بنجر السكر بيحتاج المحصول الى حوالي 4000 متر مكعب من المية طول فترة حياته طبعا ده حسب الظروف الجوية من ارتفاع درجة حرارة او من خفاض درجة حرارة وايضا حسب نوع التربة الاراضي التانية بتحتفظ بالمية الاراضي الرملية مش بتحتفظ بالمية فالمعدل ده 2500 متر الى 4000 متر على حسب الظروف الجوية ونوع التربة بتوزع طبعا الكمية دي على 7-8 ريات بتزيد في الاراضي الرملية الى 20 ريات زي ما اتفقنا لان الاراضي الرملية لا تحتفظ بها الماء فلازم الري يكون بصورة متقربة بين فترات الري فبنروي عدد الريات اكتر حوالي 20 ري بس وانا باروي بنجر السكر في بعض النقاط لازم اراعيها ايه النقاط الواجب مراعطها عند ري بنجر السكر اولا بيتم الرأي بعد وضع اللي تزور في التربة مباشرة بعد كده بيتم الرأي رأي خفيفة بعد مرور 5 او 10 ايام للمساعدة في ظهور البدرات يبقى انا اول ما ازرع او مرور مباشرة بعد مرور 5 ايام من رأي الزراعة او 10 ايام ابتدي ابتدي اروي رأي خفيفة عشان اساعد في ظهور البدرات انا عايز اه اعف معكم في حلقة اليوم اه على موضوع الري ونستكمله في حلقة قادمة باذن الله لان موضوع بنجر السكر مهم جدا فاعزائي الطلبة وطالبات نلتقي بكم في حلقة جديدة باذن الله اه انتظرونا والى اللقاء